قال التقارير الإنجليزية أن الدولي رحم ستين لينغ الذي غادر كاس العالم ولم يشارك في المباراة الأخيرة أمام السينيغان اشترط أن تكون عائلته في أمان بنسبة 100% ولن يمسها سوء بعد تعرض منزل اللاعب لسرقة المسلحة خلال تواجده في قطر مع المنتخب الإنجليزي وقالت صحيفة ردستان البريطانية أن ستين لينغ رفض العودة إلى حين تلقي ضمانات